السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ازدهرت صناعة البشوت منذ القدم بصورة لافتة في محافظة الاحساء مما يجعلها الاولى في تصدير البشوت لمختلف مناطق السعودية ودول الخليج واشتهرت على امتداد الوطن العربي منذ القدم باسم البشت الحساوي الذي يتسابق عليه الالاف لاقتناءه دلالة على جودة صناعته يدويا واحترافية خياكته ونوعيته التي ميزته عن غيره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاسم حبيب محمد وخضر خياط مشالح العمر 56 سنة تعلمت الخياطة من الصغر من الاهل من الاخوان من الخوات من الوالد جميع الاهل يخيطون وانا مشيت على سيرتهم نبتدي في عمل البشت اولا نفصل البشت على حسب طول الرجل نركب لبطاين بطاين صفرة وبطاين على نفس لون البشت وبعدها نبدأ في تركيب القطن وبعدها نبدأ ترتيب التحتي نسمى الداير وبعدها الهيلة بعد الهيلة الهيلة بتكون فيه انواع اللي هو الملكي متوسع مروبع مخومس الطابوق هذه انواع الهيلة عدة اشكال وعدة انواع بالنسبة للترتيب هذا الترتيب هذا الدائر التحتي الترتيب بعدها تجي تركيب الهيلة الهيلة هذا الهيلة اللي هي هذا الملكي قلنا الهيلة المنديلي الملكي بعدها عندنا بيجي الطابوق هذا الشكل الطابوق هذا الشكل مثولث سخيف هذا الشكل المتوسع قريب من بعض وهذا مثوبع ومخومس بعد ما سوين التركيب وسوين الهيلة وأنواع الهيلة أي أن كنا نعو الهيلة عندنا الترتيب التحدي اللي هو نفس هذا بيصير ترتيب فوقي وبعدها بيكون البروج وبعد البروج بيكون المكسر بعد المكسر بيكون عندنا تركيب القيطان وهذه آخر مراحل البشت أنواع الأقمشة عندنا النجفي عندنا الياباني عندنا الكاشميري عندنا يجي نوع انجليزي هذا البشت الحساوي الآن اكتمل اللي هو الترتيب والهيلة ترتيب التحتي بروج مكسر قيطان هذه مراحل البشت وهذا البشت الحساوي الآن جاهز من ضمن الأعمال اللي سويناها غير خياطة البشت أو من وحي خياطة البشت ابتكرنا كتابة سمولي العهد محمد بن سلمان قادم الحرمين الشريفين حفظهم الله أرض الحضارات جبل القارة وسوينا صورة تقريبية لطول العمر خدم الحرمين الشريفين وصورة ثانية طول العمر محمد بن سلمان حفظهم الله أتقدم بالشكر الجزيل لقناة فوكس زوم على التقطية وعلى حسن تعاونهم معنا ومشكورين جدا ونشكرهم جدا 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 شكرا